رحب طبعاً بديفتي لمنوراني النهاردة في الستوديو الكاتبة الأستاذة مروى جوهر صاحبة رواية سرداب أصر البرون أهلاً بيكي أهلاً بيكي يا راني منوراني يا مروى أرسي يا ناكم أولاً طبعاً أنت عارفة أنه أصر البرون جميل جداً القصص لما لسه كنت بقول من شوية لما بتبقى قصص رعب وفيها كلام عن مكان إحنا كمان نعرفه يعني مش بس خيالي إنما كمان مكان نعرفه وروحناه والناس بتروح وبتسمع عنه الناس بقى متشوقة أكتر إنها تعرف أصرار عنه طبعاً ليه اختارتي السرداب تحديداً في أصر البرون يعني أصر البرون اشتهر بأنه أصر الرعب لأنه عنده قصص كتير مرعبة ليه اختارتي السرداب هو زي ما أنت بتقولي هو أصر البرون مكان أثري مش مكتوب عنه كتير اتبنى أو خلص بنائه في 1911 أصر البرون زي ما أنت قلتي مليان غموض ومليان أساطير ومليان حواديد كتير من ضمنها السرداب السرداب لحد دلوقتي مفيش حد نفع أو أكد إن هو موجود ولا لأ فكدراما درامياً يعني أنا بفترض إن هو موجود فميني علشان الأحداث تاخد مجرة تاني لأنه لما قريت عن البرون أمبان رقيت أنه شخصية فريدة جداً فهو اللي بنى مصر الجديدة وهو اللي بنى كنيسة البازيليكو كان بيحب مصر جداً ووصى أنه هو يدفن فيها حتى لما مات في بلجيكا رجعوا رفاته تاني بعد سنة فهو وارد أنه هو ممكن يطلع منه حاجة كده ده كان تخيولي عن أصر البرون إيه اللي كنت مهتمة بيه في الأصر تحديداً أو في السرداب أنت من وجهة نظرك ككاتبة كنت شايفة أنه هو ده المفتاح للرواية اللي هيكون بعد كده فيه أحداث شايقة جداً تقدر تجزيل بيها القارئ بتاعك شوفي هو دايماً الأماكن الغمضة أو المستخبية هي اللي بتلاقي فضول أكتر عند الكاتب أو عند القارئ الاثنين مع بعض فدايماً السرداب هل السرداب ده فيه إيه؟ هل فيه حياة ولا فيه موت؟ هل فيه فقر ولا فيه غنى؟ هل هيجر متاعب ولا هيحل مشاكل؟ أنا كان بالنسبة لي السرداب ده يمكن كمان كلمة السرداب في حد ذاتها متعلقة بالإنسانيات أو السرداب النفس الإنسانية اللي في الرواية فهي كانت بتحمل المعنين سرداب القصر وسرداب النفس أوكي